تتكشف حقائق الحرب الإرهابية القادرة التي شنت على سوريا حيث تظهر وثائق جديدة تؤكد خبثة الدور الغربي وبعض الأنظمة العربية في استهداف الدولة السورية لإسقاطها واستنزاف مقدرات شعبها فقد كشفت وثيقة نشرها موقع بلاست انفو الفرنسي دور مشيخة قطر وفرنسا في التخطيط للحرب منذ أكثر من عشر سنوات لتنفيذ المخطط الأمريكي الصهيوني المسمى الشرق الأوسط الجديد الرامي لتفتيت المنطقة وأوضحت أنهما كتبت سيناريو الحرب على سوريا باجتماع عقدا في العشرين من أيلول عام 2011 بين حمد بن جاسم رئيس وزراء مشيخة قطر ووزير خارجيتها حينها وصيوني الفرنسي برنارد هنري ليفي المستشار والبعث الخاص للرئيس الفرنسي أنذاك نيكولاس ساركوزي حيث طلب ليفي من قطر دعم المؤامرة على سوريا بعد النجاح في ليبيا لأنه لا يكون هناك شرق أوسط جديد بوجود القيادة السورية حسب زعمه وتسرد الوثيقة بالتفصيل نقاشهم للمخطط المرسوم وكيفية تنفيذه والدعم بالمال والسلاح وقطعان الإرهابيين وشبكات الإعلام التي تخدم مشروعهم وتقوم بتزييف الحقائق وتضليل الرأي العام وتجيش ضد دولة السورية وجيشها وشعبها من يقرأ الوثيقة من السوريين يدرك تماما تطابقها الكامل مع ما حصل في بلدهم في السنوات العشر السود الماضية كما يدرك أن سوريا تجاوزت أشرس حرب وتأمر في العصر الحديث بصمود شعبها وجيشها وقيادة